دعا مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أسامة عبدالخالق الدول الأعضاء للعمل على سرعة إصدار الأمم المتحدة قرارا بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة وذلك بعد التصويت التاريخي بحقية فلسطين في العضوية الكاملة وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال مندوب مصر إن ما ارتكبته إسرائيل من جرائم ضد الإنسانية في غزة سيؤدي لخلق جيل عربي غاضب معتبرا أن إيقاف الحرب في غزة ممكن في ظل ما يملكه المجتمع الدولي من أدوات كما أكد أن مصر مستمرة في جهودها لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة لافتا إلى أن مصر تطالب المجتمع الدولي بإدانة أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية انتقد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية طريقة استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في الحرب على غزة وأكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها أنه من المنطقي التقييم بأن إسرائيل استخدمت أسلحة بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من التوصل إلى نتائج قاطعة كما أشارت إلى أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي لم تتعاون إسرائيل بشكل كامل مع الجهود التي تدعمها واشنطن لزيادة المساعدات الإنسانية وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة إلى الحد الأقصى استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم صحفي وزوجته وابنه وأصيب العشرات جراء استهدف قوات الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الصحفي بهاء عكاشة وزوجته وابنه استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بمخيم جباليا شمالي القطاع كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة صيام في بلدة غزة القديمة وسط مدينة غزة هذا وأصفر قصف إسرائيلي آخر لمنزل يعود لعائلة الخطيب في بلدة الزويدة وسط القطاع عن سقوط شهداء وجرحة بينهم أطفال كما تعرض وسط وشرق مدينة رفح الفلسطينية إلى قصف مدفعي إسرائيلي مكثف أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا طلبت منها أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح الفلسطينية ضمن إجراءات طارئة إضافية بسبب الحرب في غزة وفي القضية القائمة التي رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين كانت المحكمة قد أمرت في يناير الماضي إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين أفادت صحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية بأن الصواريخ التي أطلقت من لبنان على كرياتشمونة شمال إسرائيل تم اعتراض 15 منها وسقوط نحو 20 صاروخا ما ألحق أضرارا بعشرات المنازل والسيارات والممتلكات والبنية التحتية من جانبها قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية نقلا عن مركز إطفاء الشمال إن عشر فرق شاركت في إخماد حرائق اندلعت في محيط كرياتشمونة عقب القصف الصاروخي الأخير من حزب الله في لبنان وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش هاجم أهدافا لحزب الله في ست مناطق بجنوب لبنان طالب مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق مستقل وفوري بعد اكتشاف مقابر جماعية بمحيط مستشفيات في غزة دفن فيها مئات الفلسطينيين وأعرب أعضاء المجلس في بيان عن قلقهم العميق إزاء تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مستشفى ناصر والشفاء وبمحيطهما في غزة حيث عثر على مئات الجثث التي تعود خصوصا لنساء وأطفال وشيوخ ترجمة نانسي قنقر